السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات كرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأخبار إيطاليا الحلقة ديت اليوم إخوان غنطرقوا عدة أخبار من بينها عقود العمل أو الديكرياتو فلوسي القانون اللي كيتسنه فيه بزاف ديت الناس يا إخوان واللي حاليا وعلى حسب ما تقال في الراديو يا إخوان وفي بعض الصحف راه عند المكسب دي الرئيس الحكومة الإيطالية اللي كيتسنه يا إخوان أنه يمضي عليه في الساعات أو الأيام القليلة القادمة غنشوفوش حل من كونترا فيه وغنقولو ذاك الشي اللي كتقول عليه الصحافة الحدود السعية إخوان واللي عارفين عني الحدود السعية وغنتكلمو على تفكيك عصابة إجرامية يا إخوان كبيرة اللي كتربط المغرب بالصيني إخوان وبإيطاليا غنوريكم الصوري إخوان والفيديوات لنشرة الشرطة الإيطالية الفلوس اللي كانت كتخرج من إيطاليا وكتبصى للمغربي إخوان تم تقدير ديالها بنحو مئتين مليون ديال الأور كتر من مئتين مليار مغربية غنشوفو كذلك إخوان الشيك ديال الأطفال وتحذير من الرئيس يا إخوان ديال ليمبس باسكوالي تريديكو لقلب لأنه الشيك ديال الأطفال فيما يخص الزوجين المطلقين غيكونوا فيه إخوان بعض المشاكل وغننوريكم أشنو غدي يوقع من ناحية التقنية وكذلك إخوان أشياء اللي كتخص الشيك ديال الأطفال لأنه ماشي جميع الناس عارفا شنا هو الأغلب يعارفين ولكن ماشي كل شي وغننطرقوا كذلك إخوان الموضوع ديال الحدود لأنه المغرب بقي يلا يا إخوان فتح يلا فتح الباب وغي يسده يلا فتحي إخوان الرحلات للعالقين غي يسد منهار 23 ديجومبر يا إخوان 23 في شهر 12 اللي هو آخر أجل على الأقل علم النس قبل يا إخوان وبالعربية التعراب تقال للناس اللي ما غادش تقدر ترجع للمغرب في التاريخ بلما تبدو تقول لنا من بعد ديرونا حلول غامشو نتكلموا كذلك يا إخوان على القانون الجديد للسفر من الدول الأوروبية إلى إيطاليا تغيروا بعض الأشياء وطبيق حال الدول ديال الأوروبية يا إخوان خصوص المفوض ديال الأوروبية تفاجأت بالقانون لدارة إيطاليا لأنه ما كانتش واحد كي تسناه في الدول الأوروبية نقلاته كذلك يا إخوان اليونان يعني دارة بحق الطاليان وغامشو نشوف شنا هو هذا القانون وغانتكلموا على عدة أشياء أخرى إن شاء الله وبحال دي ما كان بغير شكر جميع الناس يا إخوان اللي كتدعم القناة بلايك والناس اللي ما مششاركنش اششاركوا يا إخوان باش بقوا توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غني تكلموا على واحد تفكيك ديال واحد العصابة اللي هي جد مهمة اليوم يا إخوان الشرطة ديال ميلانو كتدير مداهمة وكتدخل منازل ديال عشرة المواطنين دخلت يا إخوان في الفجار شدوا عشرة المواطنين اللي من بينهم يا إخوان مهاجرين وصينيين وكذلك مغاربة هاد المواطنين كانوا كيدروا واحد لعملية كبيرة ديال تبيض الأموال وكذلك يا إخوان كانوا كيتاجروا في المخدرات والعملية اللي كانوا كيدروا يا إخوان البوليس والشرطة ديال مدينة ميلانو متبعاهم منذ شهر 11 ديال 2017 إلى غاية شهر 10 ديال 2019 تحقيق يا إخوان دام عامين واليوم في الصباح مع الفجار يا إخوان دخلوا لمنازل هاد المواطنين هجموا عليهم وتم الاعتقال ديهم يا إخوان وحالين نراهم في السجن لأنه تبين وشوفوا يا إخوان شنو كانوا كيديرو تبين أنه كانوا كيدو ببالز عامرين يا إخوان من هنا يا من مدينة ميلانو إلى مدينة هونكوك الصينية ومن ثم يا إخوان كيدوهم لواحد المحل ديال تحويل الأموال يعني كيدوهم بحل غا نقولو إحنا إخوان بحلل كش ديال مونيجرام وستير يونيون كيدوهم لتماية كيدوهم تصريف الأموال من الأوري إخوان الفلوس د يا إخوان يتسايفطوا الحسابات بنكية في المغرب في المغرب هادوك الفلوس يا إخوان كانوا كيتشروب بيهم محلات تجارية يعني كيشريوا عاقل يا إخوان في المغرب بهذوك الفلوس وكذلك إخوان كيحاولوا يتحجروا فيهم في عدة قطاعات ومن بي الأشياء كذلك كانوا كيشريموا يو إخوان المخدرات واللي من بعد كتوصل لإخوان الإيطاليا من بعد هاد المدة الزمنية يا إخوان ديال تتبع ديال هاد العصابة والتحقيق وكل شيء الشرطة الإيطالية قدرت أنها تحجز على س وكذلك الفلوس اللي على حسب الشرطة يا إخوان تصفتت عن طريق الطائرات رهم كثرة يا إخوان من مئتين مليون ديال الأورو يعني كنت تتكلموا يا إخوان على واحد القيمة مالية تفوق بكثير مئتين مليار مغربية هادو كلهم يا إخوان فلوس اللي كانوا كيحاولون الصين ومن الصين كيتسافطون للمغرب وفي المغرب يا إخوان كانوا كيددارو استثمارات عقارية في الطبيعة هادو إخوان هاد العصابة كانوا حضب نصيك كبير ما بينناس لهم عندهم جنسيات مختلفة باش يعني يحاولوا أنهم يتهربوا من الكنترول ويتهربوا من المراقبة ويحاولوا انهم يديروا تبييد الاموال بطريقة سهلة لكن يا إخوان البوليس والشرطة دي المدينة ميلانو عاقوا بهم ومع ذلك وخعاقوا يا إخوان خلوهم مكملين في العمل ديالهم باش يدروا تحقيقات اكتر تدقيقا ويتوصلوا لعدد كبير ديال الناس هنا يا إخوان غدي نحاول نوريكم بعض اللقاطات لنشرتها الشرطة دي المدينة ميلانو هذو يا إخوان اللي كتشوفوا في الصورة لهم فلوس لذلك شوفوا يا إخوان الاستعمال كانوا يدرب فلوس عادي وسط الميكاتي إخوان وكذلك السيكان ديال سبيزا بحالة الناس غدي مخرجين إخوان كيتقدوا وانهم عندهم مشكلة هذو السيكان ديال سبيزا اللي فيهم عامر الفلوس يا إخوان ومخدرات هناك يحطون في السيارة وطبع يتحل هنا يا إخوان شوفوا شحل ديال المخدرات اللي وقفوا هذو هنا في المطار السيد غدي بباليزة شوفوا الباليزة شنو غيلقوا فيهم يا إخوان من بعد يعني داروا ليم كونترول سكانير تبين بالأنور كين شي حاجة ومن بعد يعني إخوان غايتفاجأ يعني الفلوس اللي يجب من تمامايا كثيرة وكثيرة بزافة إخوان وهناي إخوان غايتفاهم عللاش الاتحاد الأوروبي منع منذ سنوات طباعة ديال النقود من فئة 500 أورو لأنه هذو 500 أورو كانت كنت تستعمل بزافة إخوان في تمويل وفي تبييض الأموال وكذلك تمويل الإرهاب وتمويل العصابات هاد شعن اشتحاد الأوروبي تدخل سابقا يا إخوان ومنع الطباعة ديالها وما بقاش لا استعمال ديالها بزافة يعني جميع الأوراق النقودية يا إخوان ديال 500 أورو لكتدور حاليا راه عير كتوصل للبنكة كتصرف هالشي شخص راه من تماما يا إخوان ما كتبقاش الدور وما كتبقاش تخرج من البنكة واسفت مع المشاهدة فهذه الفقرة يا إخوان ستتكلمون على الة وكش وقال للسي القانوني ونرى ما تقول للمسانة الدراقي لأنه يا إخوان هذا القانون قرب وغادي يخرج إن شاء الله في القريب العاجل في الطابية الحال كنت تتكلمون على أنه دراقي يا إخوان كان يوم في البرلمان الإيطالي وتتكلمة يا إخوان ونجواب على الأسئلة للبرلمانيين لأنه غدا بها ستكون الاجتماع الرؤساء ديال البلد الأوروبي يا إخوان لذلك يكون حضر حتى دراقي ستكلم عن انتشار السلالة الجديدة دي الأوميكرون ستكلم عن الحالة الوبائية وكذلك ستكلم عن المهاجرين وكيف ما قال دراقي في إيطاليا رهد الأشهر الأخرى منذ شهر 7 الناس اللي يدخلوا لطاليا وما حارقا ما قلوش على سلف وتسعمية يعني تقريبا 7 رف شخص يدخل شهري للإيطاليا وفي شهر 8 دخل كثير من 10 ألف شخص بطبيعة الحال قلب الله لأنه الحدود البارح الناس اللي دخلت لإيطاليا وهي حارقة رهية 63 ألف شخصية مقارنة ب2019 اللي كانوا 11 ألف و2020 اللي كانوا 32 ألف وتكلم كذلك على أنه إذا كان في السنوات الماضية كان ممكن أن ننفرقوا شوية المهاجرين على الدول الأوروبية الأخرى واخدك الشيق للبزافي مع الواباء ولا غير ممكن يعني كل شيء تبلوك وقال بالله أنه نحن نقوم بطلبه دائما من الاتحاد الأوروبي أنه يواجه الموضوع ديال الهجرة ويتعامل معه بكل إنسانية بكل أمن وكذلك بكل تضامن لأنه الاتحاد الأوروبي خاص بي القيم دياله والمبادئ دياله لأنه كيف ما قال دراك يا إخوان المهاجرين بالنسبة لنا أرى واحد القيمة مضافة وماشي تهديد المجتمع ديالنا كيف ما كتقول الأحزاب اليمينية وطبع يتحرق إخوان اللي كيهمناه هو القانون ديال الكونترات تكلموا عليه الصباح في الراديو وكذلك هذا المقال ديالجو السويع هذي يا إخوان اللي كيتكلم على أنه كين ما بين 70 ألف حتى 80 ألف كونترا ولكن في الراديو يا إخوان راه محد وقال لك بالله أنه كين 81 ألف كونترا لذلك يا إخوان غايكون واحد من أحسن الأرقام اللي إيطاليا دارت مدى التاريخ لأنه هذ القانون ديال الكونترات بدأ في 1998 ولذلك كانوا دائما في السنوات الأخيرة يا إخوان ما كيفوتوش 31 ألف كونترا حاليني إخوان في العشرة سنين الأخرى إلى الساة نينة 2010 اللي داروا فيها 100 ألف كونترا هذا كله العام اللي كان فيه الريكورد يا إخوان وحطموا فيه الأرقام القياسية هذا العام إن شاء الله غتكون 81 ألف كونترا والملف كيف ما كيقولوا الصحفيين عند المكسب إخوان ديال دراقي خاص عيري مضيع ليه لذلك إن شاء الله ربما في الأيام القليلة القادمة أو الساعات القادمة غيمضيع له هذ القانوني إخوان وغادي يخرج بطبيعة حال اللي باقي ما واضح شي إخوان واللي تشي واحد ما أقدر أنا يطلق هذا الموضوع هو التقسيمة دياله لأنه 81 ألف كونترا ما غاديش تكوني إخوان كلها 81 ألف شخص اللي غادي تقدر تدخلوا من الخارج لذلك غايكون واحد تقسيم الناس اللي متلا كيف ما قلنا ديالة تكوين مهان في بولدها الأصلية ديالها ناس اللي هنا يو عنده كونترا اللي هي ستجونال يعني موسمية وغايحولوا لي هالكونترا ديالها إلى برميسو ديال العام العادي وغادي يقولوا عند الوراق ديال طاليا وغا سوق أقال سهنايا وكينين كذلك وحد الكمية ديالة الناس اللي هما يا من الدول ديالتحاد الأوروبي بحال رومانيا بالغارية يعني يا إخوان هاد القانون ديال الكونترا مختلف على القوانين الأخرى بطبيعة حال الناس اللي محتاج اللي هم يا إخوان أراهم ما يا الناس يخدموا في القيطاع ديال الفلاحة ديال السياحة وكذلك ديال اللبني وليستطل هي المؤسسة ديال الإحصائيات الرسمية الإيطالية كتقول بلا أنه الحدود الساعة كينا حوالي ربعمائة ألف بلاسة لما لاكنش الناس اللي خدموا فيها خصوصا أنه هاد الأماكن ديال العمل يا إخوان اللي الشركة سوحلة فيها هي أماكن عمل لخصيات عاملة متمكنة يعني يا ناس اللي هما تقنيين يا ناس اللي هما يعلميين وطبيعة حال مني كنت تكلموا على تقني خاص يكونوا حد شوية ديال التكوين ما كنت تكلمش على الناس اللي يعني خبارة تقنيين عير شوية ديال التكوين في ذاك الميدان اللي الشركة متلا كتقلب على وحد السيد كيف مشرحنا سابقا بغي يدير المثلة القواينا في البني هادو كي إخوان مش يكون شي كعرف يديرها وبطبيعة الحال هنا كتكون صعوبة مش أنهم يلقوا واحد يخدم فيها وكيف ما قلنا سابقا يا إخوان كينا بعد الأحزاب السياسية خصوصا اليمينية ديال سالفينيا إخوان وكذلك ديال جورجا ميلوني كيطالبوا باش أنه هون الناس اللي كتاخد الراس uh ديال شتاد�لانس مش يتخدم في هاد الأماكن ديال العمل غي يكون أحسن ولكن حنا إلى سابقا إخوان أنا كنت قلت لكم صالفيني في هاد النقطة ربما عندو الحق على حساب ما سبيني إخوان غير صحيح لأنه هون الناس اللي كتاخد الراس ديال شتادنانس لأغلبية ديالهم في الجنوب والأماكن ديال العمل لأغلبية ديالهم فالشمال لذلك اخوان العرض والطالب ما كيتلاقاوش يعني ماشي جميع الناس اخوان مساعدة انها تخلي المنازل ديالها وتخلي العائلات ديالها وتسافر من اجل العمل بطبيعة الحاجة اخرى اللي هي مهمة هو انه الناس اللي كتاخد الراديجو ديالتشتادنانسا ماشي كلهم بامكانهم انهم يخدموا لانه واحد الكمية كبيرة ناس اللي مثلا عندها امراض وناس اللي هي كبيرة في السين كتاخد تقاعد وكعطيوا كذلك الابنسيون ديالتشتادنانسا لذلك يا اخوان ماشي جميع الناس يقدروا يخدموا زيادة سين على هذا يا اخوان كين كذلك هنا في ايطاليا مؤخرا وهالظاهرة يا اخوان را بزافت الناس ما فهموهاش هو انه في امريكا جاءت الاخبار على انه في الوقاية ديال الوباء يا اخوان ومن بعد الحجر الصحي ربعات المليون ديال الامريكيين اللي اعطاوا اخوان الاستقالة ديالهم الطوعية يعني خرجوا من الخدمة وداروا الديمسيوني في ايطاليا في الثلاث شهر الثاني ديال هات السنة يعني ابتداء من شهر ربعه الى غاية شهر السيء يا اخوان عدنا يا اخوان 484 الاف مواطن ايطالي عطا لديمسيوني يا اخوان يعني كنتكلموا على حوالي نصف مليون مواطن ايطالي الساقل طوعية من العمل يا اخوان بطبيعة الحال ارقم لي هي كبيرة بزاف وطبيعة الحال يا اخوان كتخلي عدة تساؤلات هاد الارقم كاملة لذلك يا اخوان وبعيدا على هاد الارقم وعلى هاد تحاليل القانون ان شاء الله راه قريب وكيف ما كتقول الصحافة وكيف ما قالوا في الراديو وراه يعني في المكتب ديال دراقي ربما يمضي عليه من هناي للساعات القادمة وربما في الايام القادمة ولذلك يا اخوان تسناو الاخبار الرسمية الحاجة اللي هي كيف ما قلت لكم سابقا يا اخوان ربما مئة في المئة هو انه ما غايكون حتى شي طالب هاد السنة اذا تمضي على القانون دابايا غايكون ممكن ان شاء الله تدفع من هناي السنة القادمة غادي يحددوا التاريخ وغايقولك امتى تدفع وامتى يبدو الطلبات وغادي اشرح لكم الشوروط وشحال الفلوس خاص يكون عند السيد اللي بغي يدفع شي واحد وجاميع المسائلة غادي تخص القانون نهار غادي يخرج نهار غادي تطرقوا لها ان شاء الله فهذا الفقر يا اخوان غنتكلموا على الشيك ديال الاطفال لانه كين فيه الجديد هو قالوا يا اخوان الرئيس ديال ليمبس كين واحد الخطر ديال انه في العائلات اللي هي يا اخوان الازواج مطلقين او مفارقين كين امكاني انه الزوجة ولا الزوجة يعني الشخص اللي عنده الحضانة على الابناء غايتوصل عربي نصف القيمة يعني بخمسين في المئة ديال الشيك طيب يتحلي اخوان قبل ما نوصلوا للشرح واشنو كي وقع تقنيا واشنو غادي تسنى هاد الازواج يا اخوان غنتكلموا على الشيك ديال الاطفال لانه تفاجأت يا اخوان هذي ايام قليلا في الجواب ديالي على بعض الاسئلة اللي كنتكتوصل بها يا اخوان عن طريق الانستغرام يعني بعض الاخوان بكي عارفوش اشن هو يا الشيك ديال الاطفال يعني انا تكلمت عني في الانستغرام وكاللي ما عارفوش نهائيا شن هو يا زيادة على ذلك كين يا اخوان اللي مشات لي الاش شهر من شهر سبعة الى غاية اليوم يعني ما استفد من تشي حاجه وعنده ابناء ومخدامش وكن عاود نذكر بلا انه هات الشيك ديال الاطفال يا اخوان وانا عارف بلا انه الناس اللي متبع اخبار ايطاليا مش حال هذي عارفها ديطة على هات الشيك ولكن عاود نذكر الناس اللي هم اجداد والناس اللي هم مفرس ومواله هو انه الشيك ديال الاطفال كيت تعطى الجميع الاطفال اللي كانوا في الطالية يعني بلما مشوا نشوفوا العائلة ديالهم كيف اجداره واش خدامين ولا ما خ كيف كان الشخص خدام كيف ما خدامش كي كان عنده بارتتا ايفا كي كان ديزوكوباتو كي كان اوتونومو اي شخص في ايطاليا عنده طفل غايوا يوخد عليه واحد القيمة مالية بطبيعة الحالي اخوان الاستفادة راه كان ممكن من شهر سبعة الى غاية شهر 12 وكان واحد الشيك مؤقت ابتداءا من السنة القادمة غايوا لي الشيك الحقيقي يعني غايوا لي والناس يدفع الطالب في شهر واحد وغادي توصل بالشيك في شهر تلاسر ان شاء الله بطبيعة الحال مشوا نتكلموا يا اخوان على اشنو قال باسكو اللي هو الرئيس ديال ليمبس وليمبس هي المؤسسة اللي كتعطيها تشيك قال في اللجنة يا اخوان ديال الشؤول الاجتماعية اللي كان في البرلمان تكلم ليم على هاد النقطة قال بلا انه فيما يخص الازواج اللي هما يمفارقين او مطلقين واللي ما بقوش يعني في نفس ستاتو دي فاميليا هادو يا اخوان كين الريس كأنهم يتوصلوا عين بنصف القيمة المالية ديال الشيك علاش لانه يا اخوان وكيف مشرح وتقنيا اشنو غاديوقع مني واحد الشخص يا اخوان اللي هو مطلق يعني يعني بشيền احنن ندرو باش نسهله يا اخوان الشرح ندرو بلا انه هو وحد سيدة عند الحضانة غادة يطلب الشيك ديال الاطفال مني الأم في هاد الحالة غابتش اددير طلب ديال الشيك ديال الاطفال غاديتوصل يا اخوان يعير بخمسين في المائة فهادك الحالة لليمبس يا اخوان كتترسل لحتى الأب حتى هوايا يعني السيد اللي بقي مادفع pertinent طلب كترسله كتقول لي فلان رأى كان واحد طلب ديال الشيك ديال الاطفال خاصة كتتعمر الطلب حى انتها تعتمار بطبيط افضر الامكانيات الاولى هو انه يحتفظ 50% لهواية. يعني ممكن انه يعمر ويقول هذيك 50% غد بشي الزوجة و 50% جيني انايا. وكاين امكانية كذلك انه يسمح في هذيك 50% ويعطيها الابناء دياله. طبيعا هذو هما جوز الاختيارات الممكنة. ولكن الى الاب مثلا وصلوا المساج ومشافوش ولا ايضا بالفعل. فهذه الحالة الام ستتوصل على علم خمسين في المائة. بطبيعة الحالي اخوان حاجة اللي هي مهمة يعني بلا ما ندرق الشمس بالغربال هو انه كايش عائلات وكايش ازواج اه الله يهديهم كيكون عندهم واحد الصراع واحد الحرب ما بيناتهم. واللي كيخلص هاد الصراع وهاد الحرب هم الاطفال. رابعيدا واش هم غادي يتناقشون وما يتناقشون وما يتصادعون وما يتصادعون يا اخوان ضاهد. انا نصيحة ديالي ولوجه الله. وخصوصا للاباء احنا عارفن انه الحضانة في تسعة وتسعين في المائة ديال الحالة كتتعطى للامهات. للاباء اللي غايتوصل بهذا الاسمس. رجاء يا اخوان. الى كنت انتهي كتعطي النفقة ديالك والامور ديالك مضبوطة وما كتعطلش على ولادك. عندك امكانية انه تلقى واحد الاتفاق. وهنا يا اخوان هاد الكلام اللي تنقول لكم ارادت قال كذلك في الراديو وكيدكرو كذلك الصحف. لذلك كينا امكانية في حالة ما انه واحد الاب عاطي النفقة دياله. الامور دياله واضحة وما الألي فليداته. كينا امكانية انه. يوصل الاتفاق هو والزوجة انهم يتقاسموا الشيق ديال персонаж خمسين في المائة هنايا. وخمسين في المائة هنايا. وكينا امكانية كذلك اخو الام يكون يتعطي النفقة. ويغاء يعطي الشيق ديال اطفال كامل لابناء دياله رح ممكن يعطي مئة في المئة للزوجة. وتبقى تاخذ كل شي. ده بنجو نشوف المشكلة اخوان ديلة الناس اللي بطبي يتحالي اخوان ما كتسافة تشريه الابناء دياله. وهاتش يا اخوان احنا كمغاربة راي عارفينه كيوقع في المجمع المغربي. رايك اللي ما كي احتش ريال لابناء دياله. مرة مرة كيزورهم وعد بالو راي دارش حاجة اللي هي مهمة. ولكن يا اخوان مني كيوصل الشيك ديال الاطفال كيبدأوا النقاشات وكيبدأوا اصدع وكيو اللي بغي ياخذ خمسين في المئة. احنا كنا نتكلمنا سابقا على انه كينا امكانية. انه الناس اللي عند الحضانة مئة في المئة تستفيد منه. ولكن على حسب ما كيقول تريديك يا اخوان الامور ربما مختلفة. وهديك ساعة لكان شي مشاكيل غالين عارفوه. اشنا هم التحركات لغايدلوا المحاميين لعندهم يا اخوان اختصاص في قانون ديالعائلات. ولكن اجماليين هاد الناس اناية نقول لي هم يراعيوا الله. يعني الى كان واحد الاب اللي مثلا انطلق. الام خيبة مثلا احنا نديرو هاد سيدا خيبة وكل شيء. ولكن الابناء راهم ولادك. يعني هادوك الفلوس ارى ماشي غايبشول السيدة باش شو اللي غانية ولا باش دير الدهب ولا شي حاجة. ركن تكلموا على مئة وخمسين اورو الى كتر نقاع مئة وعشرين مئة وثلاثين اللي غادي توليد تعطاهم شاريين باش يتكساوا باش يلبسوا باش يعني يديرو سويع الى كان عندهم واحد النقصان في الدراسة واشياء اللي من هاد القابل. الاجمال يعني اخوان والنصيحة هو انه الواحد يدير ما بين عينيه الله الى اولاده مثلا ما بقوش فيه. يدير بلا انه راكي الله. ويعطي هديك الفلوس اللي هيقلي الى اصلا ما عندك ما تدير بيها انت سبعين اورو الى قسمه الشيك ديل مئة واربعين اورو. ويعطيها الابناء ديالك الى اصلا ما كتكت تعطيهم مواله. هدي عير نصيحة فالفريق حالي وجه الله. المهم معانيه اخوان طالب رأى ممكن انكم تعمروا على طريق الموقع ديل لينبس. ممكن انكم تعمروا في البطروناطو وممكن كذلك انكم تصلوا بالكول سينتر ديل لي بس ولكن الحل السهل بزف وانكم تشعون البطروناطو يخوان اللي غادي سكون اسهل طريقة. وه уها الشي هو الكان الجديد. فيما يخص اخوان الجديد اللي كيخص الرحلات الجوية. المغربي اخوان منظم رحلات جوية اللي كتربط المدن المغربية بالدول إخوان الأوروبية ودول العالم لذلك الناس اللي عالقة في المغرب ممكن أنها تخرج وعلى حسب ما كنت نشره إخوان روية الإير ماروك في هالدقائق الأخيرة يعني 35 دقيقة هذي قالت بالله أنه راه رحلة الاستثنائية لمبارمجة من المغرب في اتجاه بلدان أخرى إلى غاية 31 في شهر 12 راه متاحة أيضا للمواطنين المغاربة مع احترام المتطلبات الصحية لمغادرة والوصول بطبيعة إخوان يعني حتى الناس اللي سكنوا في المغرب ممكن أنهم يخرجوا وهذا الشي يجي من بعد البالغ اللي قالتوا البالح لوزارة دي الداخلية هو أنه معمر حكومة المغربية مسدد الحدود ديالها أمام الواطنين المغاربة اللي بغا يخرج يخرج هو الواحد اللي بغا يرجع كين مشاكل والمشاكلة إخوان كتزيد لأنه المغرب إخوان قال بلا أنه الرحلات الاستثنائية غادية تنطلق اليوم من توركيا من برتغال وكذلك من الإمارات واليومات يقولوا يا إخوان بلا أنه الرحلات الاستثنائية للعالقين خارج المغرب يعني اللي خارج المغرب فهات لست الدول اللي ذكرنا الإمارات البرتغال وتوركيا غاد يبقوا هاد الرحلات إلى غاية 23 في شهر 12 يعني بقى لهم يا إخوان واحد من أيام سيمانا ديال الوقت اللي رجع في هذا التاريخ تباركت الله اللي ما رجعش غير يبقى واحد هما يا إخوان علموا الناس وقالوا بلا أنه هال التاريخ هو آخر أجر باش ترجعه وهات الشي إخوان السبب دياله هو اكتشاف في واحد الحالة دي الأوميكرون في الدار البيضاء وعلى حسب ما قال الوازري إخوان في واحد الفيديو بلا أنه الحالة ليست وافدة بل هو شخص يا إخوان يقتل في مدينة الدار البيضاء والعدوى معارف لش حدود السعية إخوان منين تعادة الحدود السعية إخوان الأشي أراها بقى مبهامة غير واضحة غادي نشوفوا شنو غادي يقولوا من هنا الأيام القادمة ولكن هات السلالة يا إخوان الانتشار ديالها الواسع خالع المغرب لدرجة أنه يستد في الحدود وحتى هذه الرحلات الاستثنائية الناس اللي غادي يدخل غادي دير الحجر صحيح ديال 7 أيام ومع ذلك غادي نمعي المدة تسيمانية إخوان باش من بعد ما بقاش بنادم يقول ليهم لا أنا بقيت ملوكي داخل المغرب لا أنا بقيت ملوكي خارج المغرب داروا ليهم الرحلات وناويني إخوان على هاد الحساب اللي كيدروا فيه حالين أنهم غادي نزيدوا من دوي إخوان إغلاق الحدود لذلك نهار واحد فشهر واحد ما كنظنش أنه غايتفتح الحدود هادش يعني من خلال يعني تتبع ديال الأخبار اللي كتجي من المغرب نعودو نذكر يا إخوان بالقانون اللي مضاع عليه الوزير يصحة البارحي إخوان واليوم أخلق واحد شوية نقاشي إخوان في الاتحاد الأوروبي لأنه حتى شي دولة من الاتحاد الأوروبي إخوان ما توصلت بأي معلومة أو مراسلة من إيطاليا حول القانون لدارة البارح لأنه يا إخوان القانون دخل مفاجأة وتم تطبيق دياله سريعا يعني خلق البارح في الليل وتم تطبيق دياله اليوم في الصباح طيب يتحلي إخوان القانون كيقول بلأنه جميع الناس اللي عايز بغي تدخل إيطاليا من دول اللي هي أوروبية إليك أنت يجالب ولا مجالب تخصك لابد ما تجيب معاك تحليلة اللي ما تكون شفيتها المدة الزمني ديالها 24 ساعة يعني هذيك السريع عليك الدرف الفرماسي ما تكون شديز عليها نهار لذلك إلا عندك الطيارة في العشية تدير تحليلة في الصباح عندك الطيارة في الصباح تديرها في الليل في العشية طيب يتحلي إخوان حاجة أخرى اللي هي مهمة هو أنه الناس اللي مجالباش وبغي تدخل من الدول ديالتحاد الأوروبي خاصها لابد تحليلة وكذلك تدير الحجر الصحي ديال 5 أيام ومن يتسالي الحجر الصحي تدير تحليل أخرى وهذا شي يا إخوان اللي هو معارض القانون ديالجريم باس الجريم باس في الأصل دار يا إخوان في الأول من أجل الناس اللي بغا تسافر في العطلة الصيفية أنها تكون عند الإمكانية جول ما بين الدول الأوروبية بدون عراقل وبدون مشاكل ولكن يا إخوان إيطاليا نرد درت هذا القانون اللي هو مخالف بطبيعة تحليل القانون ديالجريم باس بطبيعة تحليل القانون اللي كانوا داره ما كي مناش إيطاليا أنه تدير هذا القانون ولكن الاتحاد الأوروبي يا إخوان وعلى حساب أحد ناطق الرسمي إخوان بالاسم دياله اللي وفحت المؤتمر صحفي اليوم قال بلا أنه إيطاليا ملزم عنها أنها تبلغ الدول اللي هي داخله في الاتحاد الأوروبي 48 ساعة على الأقل قبل وبلا أنه من الواجبات ديال الدول ديالتحاد الأوروبي أنه يكون مبيناتها التنسيق قال يما استغربنا جدا القانون لدرس إيطاليا وكنت منه أنه يكون واحد القانون المؤقت وما يدومش واحد مدطولة بزاف بطبيعة لإخوان كيف ما قلنا ماريو دراجي اليوم راه تتكلم في البرلمان ومن بين النقاط الإخوان اللي تكلم عليها تكلم كذلك على هاد النقطة إخوان ديال الحدود وقال بلا أنه حاليا كين واحد الانتشار واسع للسلالة الجديدة اللي هي بطبيعة حال أكتر انتشارا من جميع السلالات اللي سبقوها لهذا قال لي محناية كينش دول اللي في الاتحاد الأوروبي فيها السلالة منتشرة بزاف بحال دانيمارك وكذلك بحال بريطانيا اللي عدوا واحد الانتشار ديال السلالة الجديدة كبير وكبير بزاف إحنا في إيطاليا هاد السلالة تشكل عرص 0.9% لذلك إحنا قلنا ما طلبنا شي حاجة اللي خاصة تخمام بزاف تحليلة وجيد خلط طاليا لذلك إخوان هاد القانون كيف ما قلنا يخص الناس اللي كزي بغيت تدخل من الدول ديالتحاد الأوروبي اللي من خارج دول ديالتحاد الأوروبي مثلا من المغرب أراك يبقى إخوان القانون اللي قدين يا أنه خاصة تعمر دياليك الواتيقة وخاصة تدير تحليلة ما تكون شفية 72 ساعة هاد الواتيقة اسميتها بي ال اف كتبوها في جوجل وغطلع لكم خاصكم لا بد ما تعمروها باش تدخلوا مثلا من فرنسا الطاليان من بلجيكا الطاليان من هولندا الطاليان وهكذا وآخر حاجة يا إخوان اللي هي ماشي مهمة بزاف ولكن سراحة واحد الضيطة اللي بغيت ترجع عليه ما اطرقت هاد النوضع سابقا هو أنه في النهاية ديال الخطاب دياله في البرلمان الإيطالي ماريو دراك يا إخوان قال نقطة يا إخوان اللي جاء منورها تصفيق ديال البرلمانيين نقطة يا إخوان اللي دايش هتكلموا عليها بزاف هنا في الصحافة الإيطالية هذي تقريبا واحد العشر أيام خرجت المفوضية ديالتحاد الأوروبي وقالت لهم بلا أنه قالت للدول الأوروبية مني تبغيوا يتباركوا الأعياب ما تقولوش بون ناطالي قولو بونيفاستي يعني ما توقعوش تذكروا الناطالي والأشياء اللي هي دينية لأنه في الاتحاد الأوروبي كان بزاف ديالت الناس اللي هي غير مسيحية وما كتأمنش بالمسيح وما كتأمنش بالديل المسيحي لذلك بلا ما نديروا واحد الأوقوري اللي هو غايكون في شوية ديالتمييز لهذا الأقليات بطبيعة الحالي إخوان هذي كانت نصيحة من المفوضية الأوروبية للحكومات الأوروبية وناد ناقش كبير يا إخوان في الصحافة خصوصا الصحافة اللي هي يمينية يعني قالوا لي كيفاش بغيتوا تمحو يعني التقاليد وبغيتوا من دا بتبدوا تقول ناش نقولوش ما نقولوش وفعلا يا إخوان من بعد الصداع اللي ناد نادت يا إخوان المفوضي ديالتحاد الأوروبي وتراجعت يا إخوان على ذلك النصيحة اللي كانت وجهتها للدول الأوروبية وهنا يا إخوان ماريو دراقي الطريقة باش قالها بها راح طريقة اللي كتخلي أنه جميع الناس فكر عرف هذا الموضوع قال بون ناطالي وماشي إبوني فاستوك في ممكتوب هنا في مدارس اللي هي دينية يعني عند الجيوسويتي اللي هما يليسوعيين فيما يخصي إخوان الحملة اللي تلقح في إيطاليا الناس اللي اخضط الجرعة الثالثة الحدود السعار رهم 12 مليون و 744 ألف فيما يخصي إخوان الحالة الوبائية الناس اللي القوا ببوزيتيف ليومار رهم 23.195 رقمي إخوان اللي هو الأكبر في هذا الموجة الجديدة وبطبيع ناس اللي توفات 129 شخصي إخوان رقم كبير بزاف والعدد ديال تحاليلي الدار في إيطاليا 634 ألف تحليلة الناس اللي كددخل إن عشر رهم 70 إخوان كيولي العدد ديالهم 870 والناس اللي كددزاد في المستشفيات كيولي العدد ديالهم إخوان 7300 و 890 لأنه الناس اللي تزادوا مقارنة بالأمس إخوان رهم میاء و 40 شخص بهذا كون صنع لآخ لحلقة الله و فريوسكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله